بسم الله الرحمن الرحيم الفترة اللي فاتت دي يا جماعة انا ما عملتش فيديوهات لان كان فيه موضوع شغل دماغي يعني انت عارفين ان انا عملت قبل كده الفورم المعجزة في الاكسل وكان الحكاية دي شغلة بالي ان انا عايز اعمل حاجة برضو في الفيجوال بيزيك بحيث انها على الاقل يعني لو ما كانش برنامج كامل فيبقى يسهل معايا يعني انا بحاول اعمل نموذج بحيث ان انا ممكن استخدم هذا النموذج فان انا يعني استخدمه في مشاريع مختلفة يبقى ده جاهز فلقيت ممكن اعمل الحكاية دي ولكن قابلني بعض الصعوبات بالاخص في التاريخ لكن مع الوقت والشغل والمجهود وبتوفيق ربنا يعني قدرت اتغلب على الحكاية دي وعملت بعض الاشياء نهاردة حديكم فكرة بس عن الحاجات اللي انا عملتها وان شاء الله انا هكمل في المشروع ده ولو عايزيني بقى اشرحه واحدة واحدة هشرحه معاكو بس تعالوا نشوف ايه الفكرة زي ما تشايفين يا جماعة انا عامل هنا اهو مش متوصل باي قاعدة بيانات تمام ولكن الاكواد موجودة الاكواد دي منتظرة ان انا اوصل بقاعدة بيانات عشان تشتغل طب انهو قاعدة بيانات طب هنشوف بقى معا معا تعالوا كده نبدأ الاول بصوا معايا كده جماعة ده شكل النموذج بتاعي لو انا جيت على الجداول وضغطت عليها حلاقي مفيش غير هي صفحة واحدة الاستعلمات نفس الحكاية حلاقي صفحة واحدة التقارير صفحة واحدة يعني معنى كده ان انا هعمل كل الجداول في هذه الصفحة وبرضو الاستعلمات وبرضو التقارير واحد يقول لي طيب برضو الشغل حيبقى متعب كده لان انا عشان اعمل مثلا الجداول دي كلها هنا يبقى عايز استخدم زرار اضافة واحد وتعديل وحسف فالعملية هتبقى مرهقة جدا اقول لك لا بعد يعني تجارب والكلام ده وصلت لحاجة مهمة جدا بس لاحظوا معايا هنا جماعة انا شغال بحد اقصى 20 عمود لان احنا عندنا في الفيجوال بيزيك مش مستحب ان انا اقتر الاعمدة عن كده لان انا ممكن حتى لو انا عايز اعمل حاجة فيها 50 عمود او 60 عمود ممكن يعني قسمهم على عدة اعمدة يعني وعلى عدة جداول مش لازم مش زي الاكسل كده ان انا لازم كل الحاجات تبقى جنبه بعضيها لا مش شرط لان احنا بنعمل عملية اتصال وربط بين الجداول وبعضيها فبيسهل الحكاية دي طيب واحد يقول لي طب يقول لي استعلامات والتقارير اقول له هعملهم برضو في صفحة واحدة بس طبعا ما ينفعش تبقى عامة يعني ان انا حط اي جداول او اي حاجة فتشتغل لان دي بتبقى بالاختيار يعني انا من مشروع لمشروع كل واحد بيبقى عايز يعمل استعلامات بطريقة معينة او تقارير بطريقة معينة فما ينفعش تتعمم ولكن الجداول لا دي حاجة ثابتة انا عملت عشرين جدول تلاتين جدول اربعين جدول عايز اشغلهم كلهم بسهولة من غير متعب دماغي لان انا بعمل فيهم نفس الحاجات ايه نفس الحاجات اللي احنا قلنا عليهم تمن زراير دول وعلى فكرة انا ممكن اشيل الزراير انا عامل بديل ليهم تحته انتو قلوا لي لو الزراير يعني احسن ماشي او لو موجودين تحت احسن لان انا ممكن الزراير دي احتاج للمساحة دي فممكن اشيلهم تمام تاني حاجة ان انا عندي ممكن اعمل عملية بحث في اي عمود يعجبني برضو بتاع انه جدول اي جدول يعجبني بتاع انه مشروع اي مشروع يعجبني الصفحة دي هتشغل كل الحاجات دي ان شاء الله طب هنا رقم الصف ورقم العمود مش رقم الصف عدد الصفوف يعني وعدد الاعمدة الموجودة في كل جدول لان دي بتفدني وقلنا هنا عملية الحسف عملناها مع بعض برضو الحسف ده عبارة عن ان انا لو عايز احذف عدة صفوف متتالي مع بعض يعني في خطوة واحدة اللي هي سميناه حسف خاص في الدرس اللي قبل كده وبرضو التعديل تعديل خاص ان انا لو عندي كلمة مش كلمة نص كامل في عمود من الاعمدة عايز بحاله كده اغيره برضو بنص اخر فبنحط النص الاصلي هنا والنص اللي انا عايز بديل بتاعه هنا وبضغط على تعديل بيعمل كل ده مرة واحدة طب انا عايز الحاجات دي كلها تشتغل مرة واحدة ولسه هنضف لها اشياء اخرى سواء بحث في التاريخ او اي حاجة طيب امال دول ايه بقى دول بقى سر الحكاية كلها ايه بقى سر الحدوتة عندي ده الكمبوبوكس ده اخطر كومبوبوكس ليه بقى الكمبوبوكس ده بيعمل حاجة مهمة جدا بيروح لقعدة البانات يجيب من هناك اسماء جداول اللي موجودة كلها ويحطها لي هنا يبقى انا كده بقى عندي اسماء الجداول طب وهنا اسماء الاعمدة اسماء الاعمدة دي كنا عملناها قبل كده ولكن الجديد هي اسماء الجداول فكده بقى عندي اسماء الجداول وعندي اسماء الاعمدة طب مانا كل القوانين والقواعد اللي انا خدتها بتاعة ال SQL كلها معتمدة على الحاجتين دول فبقى الحاجتين دول قدام عناية فانا بقول له بقى خد من هنا وخد من هنا وجيب كذا خد من هنا وخد من هنا وجيب كذا فالحكاية بقت سهلة جدا لقيتها هي فتحت لوحدها زي ما قلتلكم كان تعبني التاريخ عشان كده لان التاريخ كان لازم يتحط في هذه الاداة عملت لعبة كده نجحت الحمد لله يعني بعد تجارب كثيرة جدا زي ما تشايفين كل الهنا دول combo box وفضلت برضو ان هما يبقوا combo box لان انا احيانا مثلا عايز احط ايام الاسبوع عايز احط شهور عايز اعمو وان كان الحاجت دي متغيرات كلها فشان كده برضو حنشوف الطريقة اللي حتتعامل بيها كل حاجة حتتعمل هنا حتتعمل automatic وحدي يقول ليش وقتنا فرجنا وصيبنا احنا اللي نحكم ما تحكمش انت على نفسك لقول طب يلا بينا كده نسمي باسم الله ونشوف احنا هنجيب انهو قاعدة بيانات وحنقول انها هتشتغل ان شاء الله لوحدها طب تعالوا كده نبدأ نجيب قاعدة بيانات هنجيب قاعدة بيانات احنا عملناها قبل كده وقاعدة بيانات ما عملناهاش ما شوفناهاش قبل كده ونشوف هل دي هتشتغل ودي هتشتغل ولا لا طب تعالوا كده لا data source بتاعتي او هقول اه طبعا هنا هقوله add new data source احنا طبعا مش هنجيب احنا عايزين بس العنوان بتاعها هقوله next وهنا next ففيه طبعا الحاجات اللي انا شغال عليهم من قبل كده فيه مثلا حاجة اللي هي المخزن اخر حاجة اشتغلنا عليها تعالوا نروح على المخزن وبعدين نروح على او نروح تعالوا الاول للمكتبة نفتقر وبعدين نختم بالمخزن في الاخر طب لو جيت كده خدت من هنا جماعة اهو ده كده المصار بتاع ال data بتاعتي وحقوله ايه نسخ واقوله مش عايز حاجة دانية وتعالوا هنا في الاتصال connection وحنحط قعدة البيانات هقوله ايه best وتعالوا نشغل كده ونشوف حتش تشغل ولا لأ زي ما انت شايفين يا جماعة لقيت كده جات للمعلومات تعالوا نبص كده هنا ادي الناشرين لو رحت هلاقي ايه ادي المؤلفين لو رحت اللي بعديها جاب لي الكتب زي ما انت شايفين كل حاجة شغالة معايا اهو عادي خالص يبقى كده طب لو انا حبيت اعمل اضافة او تعديل او اي حاجة شغالة معايا برضو طب احنا بس ايه حاجة بسيطة كده مسح كل ده بيتمسح طب هنا انا عندي سبع صفوف وسبع اعمدة ممكن اعمل اضافة زي ما انا عايز خلي بالكو هنا فيه التاريخ اهو نشوف الحكاية هتمشي معانا او لا لا انا عامل لو ضغطت هنا هيجيب لي الرقم بيشوف اعلى رقم هنا وبيجيب الرقم اللي بعده طيب وتعالوا نقول له اعمل لي عملية اضافة تعالوا نشوف كده اهو يا جماعة 3008 اهو من اسراء القرآن هنا 100 هنا 50 طب تعالوا كده نشوف المية دي خليها مثلا 120 وتعالوا نعمل عملية تعديل تعالوا نجيب الاخير كده اهو يا جماعة خليها لي 120 اه لا وعايز اغير في التاريخ نفسه بصوا التاريخ واحد اتنين طب تعالوا كده نكتب مثلا هنا ادي خمسة سبعة اربعة وعشرين تمام وتعالوا نعمل تعديل تعالوا كده نجيبوها الاخير برضه اهو خمسة سبعة اربعة وعشرين مع ان انا كنت الاول بضطر اكتب التاريخ مزبوط 100% وكنت بكتب الشهر قبل اليوم يعني كنت بعمل افلام كده عشان تشتغل ولكن الحمد لله بعد كده الدنيا تزبطت طيب لو انا عايز احذف اي حاجة تعالوا كده اقول له حسف زي ما انت شايفين حزف لي الحاجة اللي انا اخترتها طيب لو عايز مثلا هنا شايفين اسراء القرآن دي في اسم الكتاب طب تعالوا هنا هنجيب اسم الكتاب الاول زي ما انت شايفين اهو الاعمدة اسم الاعمدة فهقول له اسم الكتاب وتعالوا نحط مثلا الف سين وبعدين زي ما انت شايفين كده فيه عندي اسرار القرآن فهنا لو جيت على اسرار القرآن دي بصوا كده دي نسخ عشان بس ما نضيعش وقت وهنا لصق راح جايب لهو جماعة من اسرار القرآن كل اللي فيه اسرار القرآن طب انا اسرار القرآن دي عايز اشيلها وقت بدلها القرآن فقط تمام؟ تعالوا نقول له كده ايه؟ تعديل بصوا جماعة اللي كان اسمها اسرار القرآن بقى اسمها الايه؟ القرآن طب تعالوا كده اللي اسمها القرآن دي تعالوا نعمل لها عملية حزف يبقى اللي اتنين اللي فيهم اسم مكتوب كده القرآن المفروض يتحزفوا هقول له ايه؟ حزف راح حازف اللي اتنين مع بعض زي ما لتشايفين يبقى زي ما اتفقنا لو انا عندي عدة صفوف عايز احزفها مرة واحدة بحزفها من هنا لو هنا عايز احزف صف بصف طيب وشوفنا التعديل وشوفنا الاضافة والتحرك بصوا كده جماعة التالي التالي السابق الاخير زي ما انا عايز اتحرك تمام؟ يبقى احنا كده شوفنا بمنطهة البساطة قاعدة بيانات واشتغلت عليها طب تعالوا نشيل قاعدة البيانات دي وحط قاعدة بيانات اخرى ونشوف هيحصل نفس الكلام ولا مش هيحصل تعالوا كده واحدة واحدة هنقول له قد وهنا نكست ونكست وحنقول له تعالوا بقى نجيب حتى قاعدة بيانات مشهورة جدا ناس بتستخدمها في الشرح انا نزلتها ولكن انا ما عملتش عليها حاجة حورها لكو بس ان احنا ممكن اي حاجة نشتغل عليها تعالوا كده نبص لو انا خدت دي وحقول له ايه copy نسخ وتعالوا نشيل data source دي ونحط بدلها قاعدة البيانات الاخرى اي قاعدة بيانات تعجبك بست وحقول له شغل زي ما انت شايفين يا جماعة ادي قاعدة البيانات اللي هي north wind موجودة وقادي الجداول بتاعتها كلها اضافت من خير بصوا كده ايا كان عددهم بس طبعا نخلي بالكو انا ما ينفعش اعمل اضافة في الحاجة اللي فيها صور بالمنظر دا دي عايزة استعدادات خاصة انا ما جربتش طبعا الشغل عليها ولكن هتحتاج استعدادات خاصة بصوا عدد الاعمدة بيزبط نفسه automatic وعدد يعني على حسب انا انا عيل 20 عمود بحدة اقصى لكن بقيت الاعمدة بتتشال وبتتحط حسب كل جدول لو جينا بصينا بصوا اسامة جداول مختلفة جماعة ولو جينا بصينا هنا برضو هتلاقوا اسماء الاعمدة هي اللي موجودة قدامي كلها كل حاجة موجودة طبعا برضو من ضمن الحاجات اللي مش هتشغل معنا اللي هي دي كده هتطر احط لها يس او نو او بصوا لو قاحت دماغه بتبقى شغالة وبيفكر ممكن يلاقي حلول اي حاجة بعد كده ان شاء الله زي ما لقيت حل لحكاية التاريخ ممكن برضو الواحد يلاقي حل لحكاية الصور او يلاقي حل برضو لحكاية انا واحنا ممكن بديل نكتب نعم لا يعني بدل من نختار العلامات ولكن ممكن برضو ان شاء الله لقيلها حل يعني فزي ما تشايفين ممكن برضو اعمل اضافة وتعديل وحسف واي حاجة عايز تعملها ممكن تعملها على اي جدول من الجداول تعالوا مثلا ناخد في الجدول الصغير ده لو انا جيت احنا كده وصلين لاربعة لو عملت كليكاية هنا صغيرة هيجيب لي الترتيب الخامس حتى خلي الكلمة برضو مش مهم يعني اي حاجة وتعالى نقول له اضافة ايه اللي حصل يا جماعة زي ما تشايفين ضفهالي بمنطقة البساطة لو جيت عليها وقلت له مثلا عايزين نعمل حسف عمل حسف ممكن يعمل تعديل يعمل اي حاجة انا هقول له عليها زي ما اتفقنا ولو جربت مع اي حاجة كمان انا ممكن اوريكو برضو بس مش هنستفيد حاجة انت لو حطيت عشر تلاف واحد هيشتغله لو عندك عدد الصفحات او عدد الجداول ميت جدول هيجيبهم متين جدول لان هو بيروح بيجيب اسامي الجداول وانا اقايل له خد الاسم من هنا وخد العمود من هنا وابدأ اعمل كذا وكذا 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 فطبعا بقت الحكاية سهلة جدا ومنطقة البساطة بالتم يعني مش هتلاقوا الاكواد هتلاقوا كل الاكواد دي واخدينها قبل كده هي مجرد بس تزبيط اكواد مش اكتر فاتمنى يا جماعة تقولوا لي رأيكم واذا كان كده ان شاء الله انا حبدأ اشتغل فيه انا طبعا شغلنا العادي برضو حنبدأ نكمل فيه ولكن انا حبيت برضو اوريكم ايه اللي كان شغلني الفترة اللي فاتت دي وليه ما نزلتش فيديوهات لان بصراحة لقيت حاجة شدتني جامد فقلت نجرب فيها ويا رب تعجبكم وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة